وفا مع تمرة مصرية أمام الكعب وقيت المعتمر المصرية هبا مصطفى القباني حتفها في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية أثناء أداءها عمرت شهر رمضان وذلك بسبب إصابتها بأزمة قلبية وفقاً لوسائل الإعلام وكتب زوج المعتمر الراحلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لله ما إخذ له ما أعطى وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أن نعي زوجتي أم أولادي توأم روحي ورفيق الدربي زهرت فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وكسمتي وجليستي وأنيستي أتابع أشهد الله أنها كانت نعمل زوجها الصالحة المطيع البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وخطاً لأختي صوامت قوامة تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزائنا أن روحها صعدت إلى بارئها في الحرم المكي في عمره وفي شهر رمضان هي صائمة وإننا لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها الفردوس الأعلى والهم الصبر والقدر على تحمل ألم الفراك وأوضح لوسائل الإعلام المحلية أن زوجتها كانت نعم الزوجة وكانت حسنة الدنيا موظحاً أنها دفنت في مكة المكرمة وكانت في العمر مع شقيقاتها وقال عاد الفتوح أحد المعتمرين في رحلتها مع المتعمر المتوفية أن الراحلة تحركت مع الفوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء عمرة رمضان وحرمته توفيت وهي حرمه ودفنت في المملكة العربية السعودية والجدير ذكر أن الراحلة تبلغ من العمر 52 عاماً ولديها خمسة أبناء وهي زوجة الدكتور عبد المنعم الخطيب ابن مركز قفط أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب سيوط وكانت تديم مع زوجها في محافظة سيوط ترجمة نانسي قنقر